حرب باردة جديدة تلوح في الأفق بعد تصاعد المشهد بين أمريكا والصين مؤخراً في صناعة الرقائق الإلكترونية خاصة وأن أمريكا لم تعد تتربع على عرش التكنولوجيا وحدها بل ظهر لها منافسون في مقدمتهم الصين التي عملت على تطوير قدرتها التكنولوجية لتدخل إلى عالم الذكاء الاصطناعي بقوة الروبوتات والذكاء الاصطناعي حرب محتملة بين أمريكا والصين فما هي أبعادها؟ هو موضوع مطروح للنقاش إذن في ظل التوطر القائم بين الصين والولايات المتحدة يشتعل الموقف بينهما فيما يبدو كحرب لن تكون أسلحتها الدبابات والصواريخ بل تصبح الروبوتات والذكاء الاصطناعي هو أدوات المعرقة التكنولوجية المتأزمة بين البلدين مؤخرا اندلعت أزمة الرقائق الإلكترونية بعد تجديد الولايات المتحدة القيود المفروضة على تصدير الرقائق عالية الأداء إلى الصين الأمر الذي اعتبرته بكين عنادا كبيرا من جانب واشنطن نظرا لتدعيات القرار من إعاقة حركة الصناعة الإلكترونية الصينية خاصة وأن الرقائق تدخل في تصنيع الحواسيب والهواتف إضافة إلى الألواح الشمسية والمركبات الفضائية وفي المقابل لم تقف الصين مكتوفة الأيدي بل بدأت نزاعا تجاريا ضد أمريكا في منظمة التجارة العالمية لفرضها دوابط على تصدير أشباه الموصلات لها هذا التصعيد الأمريكي الصيني في مجال التكنولوجيا عاد بقوة مع تأجوج الموقف بين الجانبين في جزيرة تايوان بعد زيارات متتالية لمسؤولين أمريكيين للجزيرة ومنورات الصين العسكرية هناك لسيما وأن تايوان هي المنتج الأكبر لأشباه الموصلات يتعقد المشهد بينهما في الذكاء الاصطناعي نظرا لأهمية أشباه الموصلات كصناعة متكاملة بدأت في أمريكا وانتقلت إلى شرق آسيا فعملية تصنيع الهاتف الواحد تمر بعدة دول بداية من التصميم في أمريكا مرورا باليابان أو تايوان أو كوريا الجنوبية للتصنيع ووصولا إلى مرحلة التجميع في الصين ما يجعل السباق محتدم في هذه الصناعة المعقدة وربما دوافع أمريكا في شن هذه المعركة التكنولوجية يرتبط باكتشاف عيوب قطاع التكنولوجيا لديها بعد جاعة كورونا وتصعد طموح الصين في لحظة تسعى فيها لضم جزيرة تايوان من جديد ويصبح العالم أمام حرب تكنولوجية باردة لا يستطيع أحد أن يتوقع الفائز فيها مع إصرار طرفي الصراع على الموقف المتشدد رغم ما قدمته التكنولوجيا للإنسان من رفاهية وتقدم إلا أن هناك جانب آخر يجب الانتباه له اشتركوا في القناة